الـGlycolysis is occur in the cytosol الـGlycolysis أو عملية التحلل السكر بالعربي أنا اللي أريد من قدها أنه أريد أحول أريد أستمد طاقة و أريد أستحصل طاقة من الـGlycoes فهي هاي فكرة الـGlycolysis أنه أحلل الـGlycoes حتى أحصل من عنده على طاقة طيب هسه أول نقطة It's occur in the cytosol Cytosol اللي هو يعني بالـCytoblasm الـCytoblasm يقسم إلى الـOrganous والـCytosol الـCytosol هو السائل مع الـCytoblasm وتحدثت عن هذا الشيء بأحد المحاضرات لما سويت يعني لما درست الـCell الـCytology وصنفت الخلية إلى Main Components يلتشني الـMain Components بالـCell فالـCytosol هو السائل الموجود بالـCytoblasm اللي راح تصير به الـGlycolysis طيب Function is to produce energy الـFunction أو الوظيفة أو الغاية من الـGlycolysis هو أن ينتج لطاقة ويحرر الـCell تصير من الـCell تصير من الـCell تصير من الـCell تصير من الـCell الـTriosis الـTriosis هي Essential Metabolitis أني أستخدمها مثلا حتى أصنع الأمينواصد فالغلايكوليسيز مو فقط تضطيني انرجي وانما تضطيني تضطيني بريكيرزيز حتى اصنع من خلالها اثر مولكولوس مثل الاميناء أسد طيب اللي هي سلسلة من التفاعلات هي عبارة عن 10 تفاعلات وثلاثة من أدهن يكون تفاعلات تامة تحدث وما تحدث بالاتجاه المعاكس طيب اللي هي السبعة البقية هي هي الربرسابل وثلاثة الاولى هي السبعة وثلاثة الربرسابل طيب هذا هو الغلايكوليسيز هذا هو الباثوي مال الغلايكوليسيز اللي يحدث بالسايتوسول طبعا احنا ما مطلوب من ادنا نحفظ الرسوم او نحفظ كل شيء مطلوب اشياء معينة نحفظها هسا رح نشوفها